السلام عليكم ورحمة الله متابعين الأوفياء ومتابعنا الدعم الدرسي إذا نواصل مع دروس الفيزياء بنسبة المستوى الثالثة إعدادية وصلنا للدرس ديال تست ديدونتيفكاسيون دي زيان يعني روائز الكشف عن بعض الأيونات إذا قبل ما نطلقوه في الدرس بلتنفكركم أنه في الدرس السابق تعرفنا على بعض الأيونات اللي يعني متاليك بحال ديال زنك زادان دو بلس بحال الأيون ديال نوحاس سيو دو بلس ديال حديد الفيغ يعني دو أف او دو بلس هاد الزيان هادو وبعض منهم ستوى كاركتريزي بلس كولور إذا من اللي كنشوفو حد المحلول مثلا خضار او هادو كنعرف يعني ركين الأيون مثلا فلان فلانيو لكين بعض منهم ما كيكونوش معروف يعني كيكونو اللي كولور ديالهم يعني ما كيكونوش عندهم كولور يعني ما عندهمش الالوان ديالهم دكشال لاش كنديرو يعني هادو التست ديال الركونسانس او اليداونتيفكاسيون ديال هاد الزيان اشنا هو البرانسيب اللي كنخدمو بي يعني البرانسيب دا ركونسانس ديزيان شنا هو البرانسيب او للمبدأ اللي كنعتامدو ليه باش كنكشفو على الايونات اللي كينين في لسوليسيون alors pour mettre en évidence الطعامدو لإيان ديالهم ديالهم يعني كنديرو وحد تفاولي التفاولي يلتارصيب كنديرو كان ديرو حد تفاولي ناتيجة ديال рабارة عن راسيب في الحديد جسم اللي هو يعني غير قابل داوابان أول أنسولηب Pour réaliser ces tests, on suit les étapes suivantes إذن كن ديرو هاد لزيتاب أو الحاجة On verse une petite quantité de la solution contenant l'ion à tester dans un tube ASE إذن كن خويو حد الكامياد يل هادك المحلول لفي هادك اليو لبعين نعرفوه فو حد tube ASE من بيد on rajoute ensuite quelques gouttes du réactif إذن كن زيدو دك الريactif هادك الكاشيف أو لكتسمى solution détecteur dans le tube ASE On no serve alors la couleur du precipité obtenu وبعد كن شوف اللون دي هادك ال precipité obtenu و انطلاقا من هادك اللون كنعرف الأيون إذن بهذا الشكل هادا كي يتم هاد التست دي ها ال precipitation ألوغ سرطان ايون sont identifiables en solution كنعرفوهم في solution إذن كنديرو اليون هادك solution اللي فيها الأيون زائد لو détecteur كي يعطيني وحد ال precipité وحد الراثي هادك ال precipité اللي هو عبارة عن solide يعني لنا من دي كاتيون بلوس دي زانيون إذن غلقوا في دي كاتيون دي زانيون تكونوا من هاد تفاعل هادا هاد ال precipité هادا كي يعطيني معلومات على النوع ديال ليون اللي كان في هادك solution إذن هادي هي ال prinsip ديال الidentification ديال لدي إذن دابار ندخلو في الدرس وغنبدو بالتست دي 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 ان تبعو هادو لزيط اللي قنفلو ان verse ان تبعو هادو دي 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 دية الـ observation الـ observation يبقيوا الـ الـ ولم يلاحظوا الوالا بتصرف الوالية من البعض يجب أنه مصوري يعني هو مصوري كما نستمتشم الدواء اللي لاحظوا ما يبدا يعني هو ما ينتم تحت الوالية الهوالية 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 هذا هو الأحيان الهوالية اللعنية الهوالية للمسيعة HGCL إذن كتفاعل هنا HG+, مع HCL وكي أعطوني هاد HGCL- كي أكد لنا وجود ماذا؟ 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 إذن لن أعطاك واحد جريبة وقال لك خرج لنا في الأخر واحد HGCL- بلانش كينوارسي على لميار ستعرف أننا كنكشفو تماما على الأيون ديال HCL- وكتعرف أننا دك الراصيب هو HGCL يعني لكلور دارج إذن كي أكد لنا إذن ديتكتور اللي ستعملنا هنا هو solution ديال نيتخات دارج HG+, 1O3 مو la couleur ديال précipité بلانش ولكن كينوارسي يعني على لميار لنان ديال précipité الاسم ديال الراصيب اللي خرج لنا اسمي تو كلور دارج la formule دياله هو HGCL صافي إذن اسمي تو HGCL يعني يعني يعطيني الراصيب كي يهبط التحز بالنسبة لهاد الايون هذا سيئل هو مشي ايون ميتاليك يعني ما جاين ناش منو حد الميتال كان سعملو فيه نيتخات دارج هدا هو الواحد دابال اللي سعملنا في هد ديتكتور أو la solution ديتكتور ديال نيتخات دارج ما تبقى غنبدلو الديتكتور دابال عندوزو التست ديدانتفكاتي ديال اليون دكويفر دي سيئو ديال هد الايون ديال الكويفر سيئ تانيون ميتاليك سلوسيون اللي فيها هد اليون دكويفر هي السلوسيون ديال سلفات دكويفر إذن هنديرو هنا هد السلوسيون هد ديال هي السلفات دكويفر لالحط ردرت لكم الالوان باش بقاوراد ديال يعني بنفس الالوان و اللون ديال الراسب لغيتكون إذن درنا هنا يس Cu2 plus plus SO4 2 مو اللي هي يقولنا السلفات دي كويفر و بالنسبة السلوسيون ديتكتور غادي تكون هي الهدروكسيد ديال صديم للفرمول chimيك ديال ها يه Na plus plus HO مو اللي هي لأسود إذن لحضو معايا فلز observation إش بدك إذك ونتما وحد précipité de couleur ble alors on observe la formation ديال précipité de couleur ble لي هو qui s'appelle hydroxyde de cuivre 2 de formule chimique Cu OH 2 qui confirme la présence des ions de cuivre 2 لي هو Cu 2 plus إذن ملي kan na q d u x solution 2 ukan zid al hydroxyde sodium uki yag tini wahad precipité ble uki gul ke shna hu l'aion li k chif na li idan ghat sa'raaf anna hu lyon di cuivre 2 li hu cu plus idan hna ya wak l'a solution detector hier gan bkw s'amlou ma had li zion metallic cam idan ghat dh wahad l' الخلاصة. إذن ديتكتور اللي استعملنا هي Na plus Ho moins. اللي هي الاسود. الكولور ديال précipité. عطانا بلو. نون. اللي بلو اللي هو l'hydroxyde de cuivre 2. الفورمول شيميك دياله ديال هاداك ال précipité ديال هاداك الجسم هو CuOH2 صافي. هاد 2 اللي أنا لعقلتي على Cu كان 2 plus. إذن الفورمول شنه هي Cu2 plus زائد جوج OH moins. لش هنازنا جوج لأن الاسوليسيون قولنا الايلكتركمون نوتر. يعني كتكون متعادلة كهربائيا. إذن هنا عندي جوج شحنات مجابة فخاص معها جوج شحنات سليبة. هنا OH يلا عندي موى وحدة. إذن كنزيد هادك الجوج. باش كتولي عندي هنا يا واحد لكيليبر. إذن البخيسيب بيتين شكيعطيني. اليدروكسيد هادا ديال الكويفر. إذن CuOH وكنزيد هادك 2. إذن عقلوا عليها باش مليز بغو تحطها تكونوا فاهمينها. ما سبقوش لأنه ديال تحفظ ببوحدها رغم كافيش. دابا غندوزو التز ديال اليدانتفكاسيان ديال لين دفر 2. اللي هو FE2+. وعقل على هاد الالوان دارت لكم الخضر. يعني اللون ديال كله. السوليشيون ديال كله. إذن لنعودو نفس الإكسperience. صافي؟ إذن غندير عود تاني هاد تيوب شنو فيه؟ فيه السلفات دفر 2. اللي هي FE2 PLUS SO4 2 موى. هادا رمتعادلة جوج تبا إسأى انفرس كالكو غود ديالتو صديو. نفس solution ديتكتور. هادا نساملو Na+, HO موى. إذن او غنشوفو دابا الپرسيپيت. موباشراتان كيبدا؟ إذن. Alors بنسبة لزوbservation هادا الپرسيپيته كي يعني vert وكيشويا يعني رامق. On observe la formation ديالتو برسيپيته ديالتو كولور verte. يوى ليدروكسيد ديالتو سوفر. صافي. ليدروكسيد pardon ليدروكسيد ديالتو كويفر. ديالتو فورميو شيميك FE OH 2 كي كنفرم لابرسيس ديالتو 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 FE2 plus. إذن مليا تاني préسبيتي خدار كنعرف ان في ديالتو 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 FE2 plus. وغنشوفو دابا المعادلة. إذن ستعملنا ديالتو 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 هدك اله O moins تفاعل مع FE2 plus اللي هو يعني واحد الايون الموجب. إذن كي تفاعل الثاليب مع الموجب. باش يعطينا هدك البريسب ديالتو والاسم دياله كنجيبوه من هدا ال بارضون الايون ساليب السمية ديالو مع هدا الايون الموجب. إذن كيتسما ليدروكسيد دو 2 fer إذن غادي ندوزو دابا باش نكملو نشوفو الخلاسة إذن هاتشي شفنا دابا غادي ندوزو الخلاسة ديال هاتشي لشفنا إذن الدتكتور دائما هو الأسود يعني Na+, HO- la couleur ديال précipité كانت verde لنان ديال هاد précipité اللي سكوون هو l'hydroxyde 2 fer 2 الفورمول الشيميك ديالو هو FeOH2 إذن ديك 2 عو تاني جات اللي عادلنا هاد المعادلة هاد او لا هاد الرياكسي هاد إذن Fe2 زايد جوج OH لأنه هنا موان واحدة هنا جوج خصومي تعادلو عطاتني FeOH2 وهاد الرمز قلنا يعني précipité إذن غادي نكملو دابا ندوزو لتست ديال لزيان fer 3 Fe3 شوف اللون ديال هم هنا اللون ديال هم قدرن قلو روش بريق او لا غوي يعني بحال اللون ديال صدا شوفوا لإكسperience اللي هي تقريبا نفسها صافي إذن غيكون عندي في تيوبا يسي عندي الخلور de fer 3 يعني هاد solution اسميتها الخلور de fer 3 ولاحد أنا هنا عندي 3 هنا عادل بتخوالي أنسي أل ما يعني عندي وحد la charge ما وحد وزنان كله غو ده دروكسي دو صديم نفس solution détectور إذن رمدا ونلاحدو وحد précipité on observe la formation دن précipité دو كولور روي أو لأورنج foncé اللي هو الكولور دو fer 3 صافي إذن Fe 3 plus غادي تفاعل مع هاد Cl وغای اعطيني ليدروكسي دو روي 3 دو formيل chimique Fe OH 3 هاد 3 جاتنا من هاد المعادل اللي رجفنا qui confirme la présence ديان دو fer 3 Fe 3 plus إذن كاللاحدو علالالوان ديال le précipité إذن كاللاحد سolution أو لالدétecteur هو لأسود دائمن la couleur ديال précipité marron أو روي نو دي précipité hydroxyde de fer 3 الفرميل ديال précipité هي Fe OH 3 لأنا داب لفer 3 l'équation ديال précipitation هي هاد إذن كان عندي Fe 3 plus qui a riagi avec هاد l'OH موا هنا در ناغ لأ 3 باش نعاد لو كتعطني Fe OH 3 كن précipité كان دول l'omor واد غندو زودaba التest d'identification ديال لion d'aluminium AL3 plus إذن غندir هاد لتest هاد إذن دائمن غن ناقضو هاد المرة يعني نفس بتاب لحال نفس solution détecteur اللي هو Na plus OH موا هاد المرة غن زودو على الخlorure d'aluminium اللي هو AL3 plus plus CL موا لحاد معي هنا كتكو لنا وحد الراصيب abياد ان observe la formation دان précipité de couleur blanche اللي هو hydroxyde d'aluminium كتكو لنا تفعل l'H 1 موا مع l'aluminium دائمن كتن hydroxyde de fer hydroxyde de fer 3 hydroxyde de cuivre ادن de formule chimique ALOH 2 qui confirme la présence d'aluminium AL3 plus ادن هنا من اللي تفعل مع بعدي يتم هاد l'hydroxyde de sodium مع هاد l'klorur d'aluminium تكو لنا هاد الراصيب abياد ادن من اللي كن شوف هاد الراصيب abياد كن عرف او لك اللي لنا على الوجود دياليزيان الديال l'aluminium AL3 plus ادن كخول لسا عد ساني لها تشلي شفنا ادن دائمن détecteur هو الاسود الكلور الديال précipité qui كن blanc النا الديال précipité اللي هو الhydroxyde d'aluminium اللي 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 3 plus و هاد ي المعاد اللي المعاد AL3 plus زي 3 OH 3 او تنين رمز ديال précipité هدك او لسا دابار عندوزو التست الاخير ديال الidentification ديال الion d'aluminium مشي الالuminium هنا وركن النما zinc هنا وقع خاطق ما تبعين سيز ما بدل شايد ادن زد 1 2 plus ادن او نفس l'expérience alors on verse quelques gout d'hydroxyde de sodium في dans un tube contenant de la chlorure de zinc ادن عندي هنا ya l'chlorure de zinc لفي ha lesion di l'Zn de plus ادن هنا le détecteur هو l'hydroxyde de sodium جان واحد le précipité هو blanc ولكن اشنو الفرق بال précipité هدا di zinc ou le précipité الاخور احنا غadi انشوف ادن on observe la formation d'un précipité gelatine يعني hulami بحل la gilatine إدن كي يكون مجمو بحل la gilatine l'ismito hydroxyde de zinc de formule chimique Zn OH qui confirme la présence d'ion de zinc Zn de plus إدن الفرق هنا في شكل الو هذا précipité gelatine l'اخور précipité blanc يعني هاد إدن نحن dire الخلاس ال chile شف بالن نسب الزن إدن دائما نسب détecteur la solution blanc يعني la couleur d'iel blanc gilatine إدن بياد على شكل hulami كي ما كتشوف هنا يار لن دي ال précipité عاو تاني hydroxyde de ونسمي وهادا كل métall hydroxyde de zinc hydroxyde de fer hydroxyde de كذا إدن de formule chimique Zn OH 2 لأن l'ayon زنك في 2 plus ز N 2 plus جوج أو تاني غن عادل بيجي تعادلو لشارج جوج OH مو كتعطني Zn OH 2 يعني l'hydroxyde de zinc وهات شي غنشوفو في التمارين أو لفورو كي قولك سميلي هادا كالراتب أو سميلي هاد السوليسيون اولا إذن خستك تعرف أنك خست بدا مالليمن اللي صار في التسمية إدروكسيد de zinc إذن دبعا ندير واحد ملخص لهات شي كامل اولا conclusion إذن بالنسبة لهادو كاملين هاد الزيون اللي سمينا متاليك يعني سواء الكويفر أو الفير أو الزيون أو الزنك أو لال المينيوم كلهم كنسعملو فيهم الإدروكسيد دو صوديوم نهيا Na plus OH أو HO وكلهم هادو رهم بوزيتيف شكولي كيتعامل معهم هاد الزيون نيغاتيف هذا إذن إدروكسيد دو كيفر إدروكسيد دفر إدروكسيد دفر إدروكسيد دو زنك إدروكسيد داليمي إنيوم غير باش تعقل عسمية إلا قولنا الكولورير اللي هو ما شي متاليك كنسعملو معاه الكولور ديال precipite بنسبال كويفر زرق بنسبال fer 2 vert بنسبال fer 3 روي بنسبال zinc blanc gelatine بنسبال l'aluminium غير blanc بنسبال الكولورير هو blanc ولكن كنوار سي على إدروكسيد دو تحت تأتيري الدو إدروكسيد ديال ديال precipite كي إدروكسيد de كويفر 2 l'hydroكسيد de fer 2 l'hydroكسيد de fer 3 l'hydroكسيد de zinc l'hydroكسيد d'aluminium بالنسبال هنا قلنا الكولورير د وهادو هما الرياكسيون ديال الرياكسيون إذا اللي عقلتي على هاد الجدول غتكون عقلتي على هاد طرس وضبطيه مزيان كنتمن يعني كالعادة أنكم تكون السفتو شكرا مسابقا على التعليقات ديال ونطلقا من شاء الله معنا ما تبقي من فروض الدورة الأولى بالتوفيق للجميع ونطلقا مرة أخرى